اشتركوا في القناة وقف اطلاق النار اللي امد بها ملشيات الحوثي باستهداف الاحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة هذا الاستهداف كان بقذائف الهون فضلا عن القصف العشوائي بالاسلحة الرشاشة هي ان مخالفات ملشيات الحوثي للاتفاق هو تزاما مع اعلان الرئاسة اليمنية ان هي تلقى الضمانات من الامم المتحدة بالتزام المبعوث الاممي لليمن مارتين جرافث بتمفيذ اتفاق محافظة الحديدة اللي هو اتفاق استاكهرم اللي كلمنا عليه قبل كده بالشكل الدقيق وببنوده كاملة وده وفقا طبعا لقرارات الدولية وقرارات الامم المتحدة والقانون اليمني لانه تطبيق اتفاق استاكهرم هو الطريق السليم لأي خطوات مقبلة مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبدالله العليمي قال على حسابه على تويرير انه الرئيس عبدالربو منصور هادي تلقى ضمانات من الامين العام للامم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص لليمن مارتين جرافث بالمرجعيات الثلاثة في تنفيذ اتفاق استاكهرم والاعلان ده جاء بعد لقاء جمع بين الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي مع مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية واللي نقش فيه العودة للتنفيذ الكامل لاتفاق استاكهرم احنا يكون معنا على الهاتف المزيد من المتابعة لهذه التطورات في اليمن الدكتور فارس البيل المحلل والباحث السياسي اليمني مساء الخير دكتور فارس واهلا وسهلا بحضرتك مساء النور عبد المسهلا يعني هذه التطورات اللي حصلت في اليمن والحقيقة انه يعني دائما ميليشيات الخوثي تقوم بمخلفة اي اتفاق يتم سواء كان اتفاق استاكهرم او ما قبلها مفاوضات اللي تمت فيه الكويت ده طبعا غير المخالفة ونقد القرارات الاممية الصادرة بالشأن اليمن يعني احنا بنتكلم عن ضمانات جديدة تم منحها بخصوص التزام المبوث الاممي بتنفيذ اتفاق استاكهرم الخاص باعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة الثلاث الى اي مدى هذه الضمانات مقنعة بالنسبة الينا يعني انا اتصور ان كل الضمانات التي تقدمها الامم المتحدة ليست مقنعة بالشكل الذي يمكن ان نطمئن الى ان هذه الضمانات يمكن ان تؤدي الى حلو الحقيقية يعني اتصور ان المشكلات تقومن في طبيعة اداء الامم المتحدة منذ البدء يعني ان الامم المتحدة خالفت المعايير التي او الرؤية المبدئية التي وضعتها لاحلال السلام في اليمن وكانت هذه الرؤية مجمرة في القرار الفين ومائة ستة عشر عندما تحولت الامم المتحدة الى اجرد وصيد بين طرفين متصارعين كما صورت وصورت الصراع في اليمن على انه صراع على السلطة وجعلت ميليشيا ند للحكومة الشرعية اعتقد من هنا بدأ الخلال وبالتالي سارت كل خطوات المبعوث الدولي كل التفاهمات كل المبادرات التي قدمتها الامم المتحدة على هذا المنوال واعتقد ان الحديث الان عن ضمانات لمجرد عودة وتستير عمل المبعوث الدولي لا تكفي بدليل ان كل الخطوات التي يقوم بها هي منطلقة من هذه الرؤية المنحرفة ما لم تعود الامم المتحدة الى الالتزام بالقرار الصادر منها وبالحيثيات التي اكد عليها مجلس الامن يمكن عندها ان نقول ان الامم المتحدة وسيط نزيه وسيط جيد يمكن ان يفرض اما بهذا الشيخ انا اعتقد ان الامم المتحدة تقوم بدور على الاقل لا يقدم لليمنيين السلام ولا يرفع عن كل معانا طيب خلينا من حضرتك يعني ايه طبيعة الضمانات التي تحدثت عنها الامم المتحدة بعدما الشرعية في اليمن الحكومة اليمنية والقوات الشرعية في اليمن اعترضت على وجود مارتين جريفث ممثل الامم المتحدة في اليمن وقالت ان هي ستقاطع لجنة اعادة الانتشار او لجنة تنسيق اعادة الانتشار اللي تمخذ عنها اتفاق ستاكهولم وخطبت الامين العام للامم المتحدة انطانيو جوتاريس وطلبته ان هو يقدم بنفسه لمعاينة الاوضاع على الارض او من يمثله وبالتالي كان الرد هو مجموعة من الضمانات يعني ما هي هذه الضمانات او ما الذي يمكن ان تكون هذه الضمانات اللي ممكن يعني تجعل موقف الامم المتحدة افضل بالنسبة اليمن الضمانة التي قدرتها الامم المتحدة انها ستنكزم بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية والقرارات الدولية القرارة انتين وستة عشر ومخرجات الحضار الوطني هذا جيد واعتقد انه هو الاترار الحقيقي والشامل الحضار في اشكال الجنانية لكن هل يعني أن الأمم المتحدة بهذا النسب ستلتزم تماما بهذه الأطر وفي الحقيقة هي ليست مجرد أطر لتحرك الأمم المتحدة هي شاملة حتى للفلول التي يمكن أن تكون نتيجة لكل تحركات الأمم المتحدة ويختصر عليها الطريق كثيرا لكن للأسف يبدو أن الأمم المتحدة أيضا وسنرى في منتصف هذا الشيخ كيف سيؤيد مجلس الأمم خطوات المدوط الدولي وكأننا في حالة من الصراع أو حالة من العناد وعندما يتحول الوسيط إلى ثائر شخصي يثأر لنفسه وشخصيتها أعتقد أنه لا يصبح وسيطا في هذه الحالة ليس لليمنيين من مطلب من الأمم المتحدة وقد ألقت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بجادة المملكة وضمنه مصر أيضا ألقوا بثقلهم واطمئنانهم إلى الأمم المتحدة في أنها ستوصل اليمنيين إلى طريق السلام بأقل الكلفة وكل الطرق التي يمكن أن تحكم الدماء لكن يبدو أن الأمم المتحدة انخرطت في إطار الصراع الدولي في إطار لنقل حالة الصراع والنفوذ الدولي الموجود والتحالفات والأحلاف الدولية وبالتالي ضاعت القضية اليمنية وتهت كورقة بين هذه الملفات مع أن الحل سهل وميسور في اليمن وأعتقد أن الأمم المتحدة بإمكانها أن تحل المشكلة اليمنية غدا في حال ضغطت على ميليشيا الحوثي باعتبارها هي من تتسبب بكل هذا الدمر وهي المعنية في الأصل على الأرض ومن ثم تسوية الملعب وليكون هناك بعد ذلك تنافس سياسي وأي أن كان المهم أن يخرج أبيامليون من حالة الحرب لدرجة أساسية لكن أن يخرجوا إلى حالة سلام دائما أما إلى صراع قادم أو إلى صراع مستقبلية أعتقد أن هذا سيشكل خطرا كبيرا هالذين أنا بشكرة جزيلا دكتور فارس البيل للبحث سياسي اليمني شكرا لحضرتك وهنروح إلى السودان الآن ويعني هنتبع مع حضراتكم المشهد اللي كل يوم فيه تطورات سريعة النهاردة المجلس العسكري الانتقالي في السودان أصدر بيان أكد فيه المضي بمسؤوليته حتى تحقيق الأمن والتوافق السياسي في البلاد وأشاد بالأشخاص والمؤسسات اللي رفضوا دعوات العصيان المدني اللي بتهدف لتعكير صفو الحياة العامة وتحلب روح المسئولية في عدم تعطيل مصالح المواطنين أو التعدي على حقوقهم الأساسية وحرمنهم من الخدمات ميدنيا مع ثالث أيام حملة العصيان المدني اللي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير فضلت أبواب بعض المحالة التجارية مغلاقة في العاصمة الخرطوم لكن تجمع المهنيين في السودان أعلن التوافق على مرشحي لمجلس السيادة ورئاسة الحكومة وقال إنه هيتم الإعلان عن مرشحي في الوقت المناسب مع تمسكه بالوسائل السلمية بالاحتجاجات وفي تطور جديد كمان أفادت مصادر سودانية إنه قيادات في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير حذرت من التصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي لأنه ما يزال السلطة النافذة في البلاد وأفادت المصادر إنه التحالف أرجى إعلان مرشحي اللي كان يعني أعلن إنه هو اتفق عليهم لمجلس السيادة فيما يتعلق بالوزراء مجلس الوزراء وهيئات قضائية في الحكومة الانتقالية المرتقبة وده في أعقاد تضارب تصريحات قيادته بشأن هذه الخطوة طيب خلينا بقى نروح معنا على الهاتف سيدة تلوى محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية تعليقا على هذه التطورات السلام خير يا سيدة تلوى وأهلا وسلام حضرتك نور يا فندي ومسائل نور على السادة المشاهدين يعني إحنا طبعا متابعين باستمرار لتطورات الشأن السوداني والنهاردة كان فيه بيان صدر من المجلس العسكري الانتقالي بيكلم فيه عن إنه مهتم جدا بأمن واستقرار السودان وإنه ماضي في مسئوليته حتى تحقيق التوافق السياسي والأمن في الوقت اللي فيه المجلس أو قوة أعلان الحرية والتغيير قالت إنه توافقت على الأسماء اللي بترشحها لقيادة المجلس السيادي يعني المزمع واللي كان تم الاتفاق عليه قبل توقف المفاوضات بين الطرفين المجلس العسكري الانتقالي وقوة أعلان الحرية والتغيير أولا يعني إزاي حضرتك قراءة البيان اللي خارج من المجلس العسكري الانتقالي في هذه الأوينة اللي بتشهد فيها السودان أصيام مدني اللي اليوم الثالث على التوالي أولا في حالة تهدئة وفي حالة تقريب وجهات النظر ما بين وسطاء سواء وسطاء داخلين أو الوساطة الاسيوبية التي بدأت منذ زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد الجمع الماضي وطرق بابوسين سواء مابوسلي أو بعض أعضاء من الصفار قائمين بعملية التواصل بين الطرفين وأصدروا بيان بهذا الشأن حياني في تهدئة والتهدئة ظهرت من خلال الطرفين سواء من المجلس العسكري أو من خلال التصريحات اللي حضرتك قلتيها فيها نوع من التهدئة وأيضا تهدئة أخرى من القوى الحراق أو قوى الحرية والتغيير ودي أنا شايفني دي ممكن تشهد انفراجة ما بين الطرفين ولكن إذا تم الالتزام من كافة الأطراف وده هنشوفه خلال الأيام القليلة الماضية ولكن الأهم من هذا طبعا أن احنا نمشي في إجراءات بناء الثقة ما بين الطرفين مرة أخرى واللي شهدت خلال الفترة السابقة قعد العزات بين الشد والجذب ما بين الطرفين ولغة التصعيد اللي كانت مرتفعة أعتقد أنه يجب أنه خلال الفترة الجاية سواء من الداخل أو من القوى الإقليمية الموجودة أنه نعمل إجراءات بناء الثقة بين الطرفين مرة أخرى يعني نوفر البيئة المناسبة لإنشاء حوار فاعل وقف خطابات التصعيد المتبادلة ما بين الطرفين تشكيل لجنة طبعا للتحقيق في الأحداث الأخيرة وأعتقد أنه هما نقشوا أو الوساطة نقشة فكرة تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة المجلس العسكري اقترح أن النائب العام يشكل هذه اللجنة وقوة للحرية والتغيير قالت أنه لجم تكون لجنة محايدة بعيدة عن الرسميات وكمان يتم الإفراج عن قيادات آخرين معارضين وأنا الحقيقة منذ دقائق سمعت خبر برضو أنه تم الإفراج عن بعض القيادات من المعارضة السودانية جميل جدا طيب نتكلم عن إجراءات لبناء الثقة لكن في الوقت ده بنجد أنه قوة أعلان الحرية والتغيير بتجتمع وبتعلن عن أنها توصلت إلى أسماء هذه الأسماء تم التوافق بشأنها لقيادة ورئاسة يعني المجلس السيادي اللي كان تم التباحث بشأنه مع المجلس العسكري الانتقالي قبل توقف المفاوضات أولاً هذه الأسماء اللي تم التوافق عليها فيما يتعلق أو من قبل المجلس أو قوة أعلان الحرية والتغيير هل شايف أن الخطوة دي ممكن تعقد الأمور مع المجلس العسكري الانتقالي أم أنه يعني دي خطوة قد تكون يعني إيجابية أو خطوة تقدمية للأمام قد تشجع على إعادة التفاوض مرة أخرى بين الطرفين أتخيل أن كل الأسماء اللي تم تسريبها أعتقد أن دي تسريبات والأسماء الحقيقة إحنا سمعناها من أمس ليست اليوم فقط ولكن من أمس بدأ يتصرب أسماء لرئاسة الوزراء وأسماء للمجلس السيادي ونافت النهاردة قوة الحرية والتغيير عن وجود أي أسماء أعتقد من الصعوبة تسريب أي أسماء في هذه المرحلة هي مرحلة التفاوض وضيح الحرية والتغيير شددوا عليها أنها تبدأ من حيث انتهت المفاوضات الصادقة يعني إحنا مش هنبدأ من الأول تاني مش هنبدأ من المربع صفر يا آخر نقطة اختلاف هي تشكيل المجلس السيادي ونسب تمثيل كل من الطرفين طرف القوة ألها الحرية والتغيير والمجلس العسكري تمام يا فنم تمام بالضبط كده والصلاحيات يعني هما أتخيل خلال الحوارات التي تمت أمس اتكلموا على فكرة الصلاحيات ولكن نسبة التمثيل لم تحدد أعتقد أن بعد استقناف المفاوضات هيبدأوا من آخر نقطة وهي نقطة تشكيل المجلس السيادي ثم تشكيل الأعداد داخل المجلس هل هم مدنيين أم عسكريين أو توليفة حسب ما يتفقوا عليها وإن شاء الله بإذن الله يصلوا إلى حلول وفق لأن كلا الطرفين وأنا أرهن عليهم الحقيقة أن كلا الطرفين لديهم من الوعي ومن الرجد لإضرار مخاطر في الدولة السودانية هم يعلموا تماما ما يحاك بالمنطقة العربية وما يحاك بالسودان بصفة خاصة وأتخيل أن حتى الآن أنا شايف أن الأمور تكون طبيعية كالتكون طبيعية في ظل التوتر السودان بيمر بمرحلة بالغة التعقيد بالغة التعقيد في منتهى الخطورة إذا لم يتم الرجوع إلى الرجد والإدراك ما يحدث في المنطقة توفة تؤدي إلى تفاعد الأوضاع وتظاهر الأوضاع قد تعفض باستقرار السودان أو باستقرار المنطقة بالكامل وأتخيل أن الطرفين حارسين على عدم التصعيد واحتواء هذه المشكلة سودانية سودانية يعني بدون تدخلات خارجية وده اللي احنا هنشوفه إن شاء الله خلال الفترة القادمة قد تظهر بعض الخلفات البسيطة خاصة فيما تعلق بعدها لأن تبدأ طبعا أن هذه الخلفات تتعمق أكثر لكن هل حضرتك يا سيدة اللي هو شايف أنه العسيان المدني أو دخول العسيان المدني حيز النفاذ منذ ثلاثة أيام النهاردة اليوم الثالث على التوالي وفعلا في بعض المحال مغلقة في بعض المواطنين استجابوا لهذه الدعوات هل شايف أن هي أداة ضغط قوية على المجلس العسكري الانتقالي أو أداة نجاحة في إيد قوة أعلان الحرية والتغيير ولا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة أو قد تؤدي إلى الوصول إلى طريق مزدود أنا أتخيل أمور كانت مشية بصورة طبيعية لغاية نقاط الخلاف فيما يتعلق بتشكيل المجلس السيادي ثم المجلس العسكري حاول أن يغير من مقاعد من ضبط التفاوض وبالتالي كان عايز ياخد الأبر هند أو اليد العليا في عملية التفاوض ويصير التفاوض في اتجاه آخر وبدأنا بدل من نتكلم على النقاط الخلافية الصادقة بدأنا نتكلم على انتخابات بعد تسعة أشهر الربط لأسيان المدني ده كان ربط على هذه المحاولة من المجلس العسكري ثم قام المجلس العسكري بعملية أو هنقول تم فض الاعتصام بصرف النظر عن مين اللي فض الاعتصام لكن تم فض الاعتصام بطريقة سببت نوع من الإحباطات داخل الشارع السوداني وكان ربط عليها برضو عملية الأسيان المدني يعني كلا الطرفين استخدم التفاوض ضد الطرف الآخر كلا الطرفين استخدم لغة العنف ضد الطرف الآخر ولكن البحية كلها كانت الشعب السوداني للأسف يعني توقع تعطيل المصالح أو غلق المعالة التجارية مستشفىات اتعطلت فيه فيه حاجات كثيرة جدا خسائر كلا الطرفين اتخيل انه عرف الأضرار وكلا الطرفين عرف مدى قوة الطرف الآخر في عملية التفاوض انا بشكر جزيلا سيادت له محمد عبد الواحد خبيل الأمن القومي والشؤون الأفريقية شكرا جزيلا وجودك معنا خلينا بقى نروح لخبر اعتقد انه هو خبر مهم وبيخص كل وسائل الاعلام كل يعني القدوات التلفزيونية سواء كانت الأرضية او القنوات الفضائية الى اخير لانه هذا الخبر هو متعلق بمجموعة ضوابط اصدرها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اليوم لضبط المشهد الاعلامي من حيث الالتزام بالمهنية وضع عدد من الضوابط والمعايير لتنظيم عمل البرامج المختلفة وده لارساء خطاب اعلامي تنموي الضوابط دي قعدتها لجان للمجلس متخصصة بتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاعلام خلينا نستعرض اهم هذه الضوابط الخاصة بتنظيم عمل البرامج مع حضراتكم كالتالي طيب اول حاجة هنبدأ بيعني ضوابط خاصة ببرامج التوك شو اول مجموعة من الضوابط ان يكون مقدم البرامج ورئيس تحريره عضوين بنقابتيهما يعني نقابة الخاصة بالاعلاميين او نقابة الصحفيين ايا كانت النقابة اللي بينضم اليها او بينتمي اليها العامل في البرنامج ان يكون رئيس التحرير مسؤول عما يذاع عليه مراجعته ان يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ان يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة ان يدعم الخبر او المعلومات بتقرير مصور ايضا ان يجمع بين الخبراء والمسؤولين ولا يقتصر على طرف واحد لا يطلق صفة الخبراء والمحللين الا على الضيوف الذين يحملون تلك الصفة بحكم الوظيفة او الدراسة التنويه عن مهنة الضيف وايضا التأكد منها ان يجمع بين فنون البرامج من حيث مباشر واتصالات وتقارير مصورة ان يهتم بالاحداث الجارية فقط ان لا يترك الوقت المذيع او يترك الوقت بالاحرى المذيع وان يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه ان يلتزم بالدقة والموضوعية في الاعلان عن ضيوفه وايضا عن الحلقات ان يبرز مصادر معلوماته جيدا ان يكفل حق الرد ان ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص اخبارها ان يراعي خصوصية العلاقات المصرية العربية وايضا الاقليمية ان يحافظ على صورة مصر وعلاقتها ان ينوه في فقراته بالفئة العمرية المستهدفة ان تختر القناة المجلس الاعلى والنقابة بالكوادر العاملة لديها في القناة بالطبع اللا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة فيما يتعلق بالفواصل الاعلانية لا تزيد عن ثلاث فواصل بمدة من 5 ل 8 دقائق يراع في الاعلانات الاكواد المهنية ان يتم التمييز حال استضافة معلن يعني خاص بالمواد الاعلانية انه موضوع اعلاني وليس فقرة عادية حتى لا يتم الخلط فيما بينهم ده بالنسبة ليه؟ ضوابط برامج التاكشو خلينا نظر بوابط البرامج الرياضية او المعنية بالشأن الرياضي الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية عدم تسييس المحتوى او التحريض او اثارة الرأي العام حيادية المقدم وفريق العمل والضيوف ايضا من ضوابط البرامج الرياضية البعد عن كل لفظ او تشبيه او اشارة تخدش الحياة العام ونبذ كل اشكال التعاصب بين الجماهير نتيجة لانتماءهم الرياضي كل دي يعني عدد من الضوابط ايضا ان يكون مقدم البرنامج ملم دي يعني احنا انتقلنا دلوقتي على ضوابط البرامج الدينية او المختصة بالشؤون او بتناقش الشؤون الدينية اولا ان يكون مقدم البرامج ملم بالقضايا الدينية ان يكون الضيوف او الضيوف من علماء الدين او اساتذة الجماعات المعروفين عدم اثارة قضايا خلافية او اراء تثير الفتن او تحرد على اتطرف عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية أيضا عدم قبول ده فيما يتعلق به البرامج الطبية ضوابط تقديم البرامج الطبية عدم قبول برامج مهداء أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس طبعا المقصود هنا بالمجلس الأعلى الإعلام عدم السماح بظهور الأطباء إلا بعد الخصول على موافقة نقابتهم ووزارة الصحة والجماعات التابعين لها عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها من وزارة الصحة يعني أن تكون هذه المراكز أو المستشفيات مراكز موفقة ومرخصة ومراقبة وإلى آخره عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الخصول على موافقة وزارة الصحة طيب خلينا بقى يعني نشوف أو نتابع مع حضراتكم يعني من الخبراء المعنيين بصناعة وتقديم الإعلام تعليقهم على مجموعة هذه الضوابط إحنا معنا على الهاتف الإعلامي حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام والخبير الإعلامي مساء الخير أستاذ حمدي أهلا وسلام حضرتك أهلا بك يا مروض مجموعة من الضوابط اللي استعرضناها وأتمنى حضراتك تكون استمعت إليها معنا يعني لو حضراتك ما كنتش تبعتها مسبقا خاصة ببرامج التوكشو برامج الدينية البرامج الرياضية والبرامج الطبية يراد أن تغطي أغلب النقاط المختلف عليها واللي كانت بتثير مشكلات مع العاملين في مجال الإعلام وأيضا مع نقابتهم عايزا في تعليق حضرك أولا على هذه الخطوة فكرة أن يتم الإعلان وإعداد ضوابط خاصة بمساولة المهنة هو يعني تقدر تقولي يا مروج ده تأكيد المؤكد بمعنى أن الذكر والمجلس الأعلى هو تأتيب أمور كان من المفرد أنها تكون متوفرة لدى كل من يحمل أمانة مسئولية الميكروفون أو الشاشة وده كان بيحصل لما كان بيبقى فيه ضوابط سابقة بمعنى اختبارات لمن يعني يتولى هذه المسئولية ويتفسق قفته إيه وكل ده إيه ويتم التدريب بشكل جامل إنما بعد حالة يعني تردل لأصابة الإعلام وعدم موجود دوابط محددة كان من الطبيعي أن المجلس الأعلى يتصدى لذلك ويؤكد الأمور المفروضة أنها تكون واضحة للجميع لها فبنأكدها ده شيء جميل وأنا أعتقد أن لو وقفنا أمام كل نوعية من البرامج هنلاقي أنها يعني أقرب إلى المنطق أو إلى الصورة التي كانت موجودة منذ سنوات وقبل هذا الانتصار غير العادي جميل طيب خليم أعرف من حضرتك إزاي يتم تطبيق هذه الضوابط أو برأيك المفروض كيف يتم تطبيق وضمان أن يتم تطبيق هذه الضوابط أولا الخطر اللي قالها المجلس هو إلزام جميع القنوات والإذاعات يعني احترام هذه الضوابط يجب أن يكون موثق لدى المجلس الأعلى نمرة أثنين النقابات المعنية هي اللي حتى تتولى المتابعة وهي اللي حتى تحاسب بقى في ضوء هذه الضوابط يعني بعدها ما حدش حيجي يقول إيه لا والله المعرضة كنت شعرف أن كان لازم وأنا باخترض بيوم أن هما يكونوا متخصصين أو 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 ما كنت شعرف أن البرامج الدينية لازم يكون المذيع عنده ثقافة دينية وإنت عارفة مروج أن الثقافة بمعناها المعروف من أيام توماس كارلاير وغيره ثقافة عامة لابد أن يكون منها متخصصة أن تعلم كل شيء أن تعلم شيء عن كل شيء ثم تعلم كل شيء عن شيء محدد فأنت حتقدم برامج الدينية يبقى أنت لازم تكون لديك الثقافة معلومات وثيرة عن كل القضايا الدينية ويمكن حتى المجلس هنا أشار أنه يكون يحفظ أيضا القرآن أو بعض الآيات الأخيرة فده من الأمور المهمة إنما الحاجات اللي أنا استعدت بها أيضا عدم سطوة الإعلان بشكل مبالغ فيه خاصة في وسط البرامج الدينية وغيرها يعني ده كله بيوسيق للموضوع المطروح وأيضا يوسيق للبرامج وللمشاهدين وللمستمعين يعني طبعا هي خطوة الأمام والعبرة هتكون بالتطبيق ومدى الالتزام بيها ووضع آليات محددة لكيفية مراقبة ومتابعة الالتزام بهذه المعايير من عدمها والعقوبات الخاصة بخرقها إلى آخره وأن تكون هذه الأمور واضحة بالإضافة إلى توضيح كمان المصطلحات الوردت في هذه الضوابط يعني مثلا فكرة التزام بالحياد إلى آخره يعني تحديد خاص بالمصطلحات نتمنى أن يكون فيه يعني زي منقول مرفق بالضوابط دي يحدد يعني تفصيلا وتوضيح وشرح كامل للمصطلحات الوردة يعني تكون كمان يتم الرجوع إليها في حال وقوع أي خارقة أو أي مشكلة حتى يكون التحقيق على ضوء هذه الضوابط أشكرا جزيلا أستاذ حمدي كونيسي الخبير الإعلامي وعضو الهيئة الوطنية للإعلام شكرا لوجودك معنا شهد الكرام ووراق الحدث مستمر مع حضراتكم لكن بعد فاصل خليكم معنا ألا بحضراتكم من جديد هنرجع على الشأن الليبي النهاردة شعبة الإعلام الحربي التباعة للجيش الوطني الليبي نشرت لقطات بتوضح استهداف مقاتلات الجيش لمواقع الميليشيات الإرهابية في العاصمة ترابلس وقالت أن المقاتلات أصابت أهدافها بدقة وأشارت لانسحاب الميليشيات الإرهابية جراء هذه الضربات طبعا في إطار عملية الجيش الليبي لتحرير العاصمة ترابلس من الميليشيات الإرهابية معنا على التليفون للمزيد من الإضاحة الأستاذ سراج الدين التورغي الباحث السياسي الليبي مساء الخير أستاذ سراج وأهلا وسلام حضرتك مساء الخير أختي الكريمة لكي ولكل المشاهدين الكرام نعم محتاجين من حضرتك صورة أوضح لطبيعة التقدم اللي بيحرزه الجيش الوطني الليبي على الأرض في العاصمة ترابلس بالنسبة للجيش الليبي أختي الكريمة بطبع من الله يحقق استثارات يوميا في تحرير العاصمة ترابلس الجيش الليبي يتقدم بفطة ثابتة حقيقة أن يعتبر خطوة مدروسة وموضوع في مراحل تم الإعلان عنها مسبقا نحن نرى حقيقة أن إعلاننا لشعب التعدام الحربي لهذه الضربات التي تم توسيحها لهذه الملشيات الإرهابية الإجرامية التي حقيقة تبعت مؤنينة في نفسنا جميعا كليبيين بدقة عمليات الجيش وأن الجيش الليبي يوجه ضربات دقيقة جدا لهذه الملشيات على عكس تماما ما يقوم به هذه الملشيات الإرهابية من جلبهم لإيبي حقيقة طيارين مرتضقة نحن رأينا إثقاط الجيش الليبي لطائرتين يقودهم اثنين مرتضقة أحدهم من الأكودور والآخر من البرتغال حتى هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم حقيقة النصة الكريمة لجيش الليبي كل يوم يثبت لنا بأنه فعلا جيش وطني وسيحرر الوطن من دمس الإرهابيين والعطابات المجرمة على المقابل تماما نرى الدعم التركي القطري بشكل واضح ومباشر يوميا لهذه الملشيات الإرهابية رأينا جيش الليبي خلال الأيام القليلة الماضية كذلك يدمر طائرتين مسيارتين في قاعدة معتيجة جوية في طارابلس رأينا فيديوات لمستشارين أسراك يدربوا أفراد الملشيات الإرهابية من مستشارها تحديدا على استعمال المصفحات بفضل من الله وحشد ما نراه أنه يوميا في تقدمات وهذا شيء حقيقي يستطيع قدر نعم ناميل طيب خليدي أركز مع حضرتك على الدعم اللي بتقدمه تركيا وقطر للجماعات الإرهابية كان في أكثر من مناسبة ناطق باسم قائد الجيش الليبي اللي هو أحمد المسماري أوضح بالأدلة والأسانيد أنه فيه دعم كبير بيقدم سواء كان بالطائرات سواء كان من خلال السفن اللي بتحمل أسلحة بتمد الإرهابيين بكل ما يحتاجونه لمقاومة الجيش الليبي والاستمرار في احتلال العاصمة يعني إيه طبيعة حاليا الدعم اللي بتقدمه تركيا وقطر للجماعات والمليشيات الإرهابية الموجودة في ترابلس ويعني مدى يعني إعاقة هذه أو هذا الدعم لجهود الجيش الليبي في التقدم لتحرير ترابلس أختي الكريمة للدعم لتركيا وقطر لهؤلاء الإرهابيين حقيقة ليسا جيدا هو من عام 2011 رأينا بتواكي تدريب ضبطات قطرين لقادة الإرهابيين في ليبيا في عام 2011 رأينا حقيقة حتى العديد من الدول منها اليونان منها مصر تنفط صفنا من تركيا متوجهة إلى ليبيا إلى مصراتها تحتدال لدعم المنشيات الإخوة المنشيات تنظيم القاعدة الإرهابي داخل ليبيا رأينا صور دينيات الإرهابيين الذين تم إحطابتهم في موجات الديش في ليبيا من أنطار الشريعة ومن داعش وغيرها صورهم وهم يعالجوا فيديواتهم في متشبيات تركيا وانتشرت بشكل كبير هذه الصور وهذه الفيديوات ونحن نعلم أن تركيا عالجت أكثر من أربع لاف داعش في الديش وهناك كان جسد صور بين مدينة حديدا وبين تركيا نحن نرى حقيقة دعم علني لقطر لهؤلاء الإرهابيين نحن نعرف احتضام قطر وتركيا لأسماء كبير من هؤلاء الإرهابيين المطلوبين حتى دوليا نحن رأينا حتى القوات الأمريكية بكثير ما تعتقل الإرهابي عزوزه أحد أكبر الإرهابيين الدوليين في تركيا بل دور تركيا القطري في دعم هذه المنشيات دور ليس بجديد وأعتقد بل أجزم بأن الجيش ليبي بإذن الله على مدى قبوصين أو أثنى من قطع هذه الأذرع داخل ليبيا وأجزم بأن معركة برابلس هي المعركة الأخيرة فعلا لتحرير ليبيا من هذه المنشيات التي يعانينا منها جميعا كليبيين على مدى ثمان سنوات أعتقد أن هذه السنوات العجاف ستأتي بعدها سنوات يشقى فيها الناس ونتمنى حقيقة تحرير العاصمة المنشية برابلس بأسرع وقت نحن نعلم جيدا حقيقة أن الأهلنا في برابلس خرجوا في مظاهرات جامعة أكثر من مرة في ساحة الشهداء تدعو جيش ليبي لزحف لبرابلس وتحريرها من هذه المنشيات الإرهابية رأينا المشيخ خليفة حفتر أن الضرق عملية تحرير ترابلس يقول لبتيك ترابلس وهي إشارة واضحة على تلفي تجيش ليبيا وقائده البطل لنداء أحلنا صحيح دا رغم طبعا كمان قرار تمديد حظر بيع السلاح في ليبيا الحقيقة صادر قبل ساعات من مجلس الأمن هو قرار كان صادر بيتم التمديد له وبالفعل تم تمديد هذا الحظر اللي بيشكل طبعا ظلم كبير بالنسبة لجيش الوطني الليبي اللي بيحارب الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ترابلس وبقي أنحاء ليبيا أنا بشكرك جزيلا السيد سراجدينة تورغي الباحث السياسي اللي بي شكرا لوجودك معنا خلينا نروح لخبر محلي وهو متعلق باللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر اللي عقد اجتماع بالأمس واستعرض أعمال شركة تحيا مصر القابضة وشركتها التابعة واللي من المنتظر خلال مرحلة المقبلة افتتاح شارع 306 في مدينة طنطة في الغربية وهيضم 14 كشك و8 بايك و3 عربات ومنطقة ألعاب للأطفال وكمان شارع 306 في منطقة شارتون اللي بيضم 21 عربة ومنطقة ألعاب للأطفال وشارع 306 في مدينة ضمياط اللي بيضم 7 أكشاك و6 بايك وشارع 306 في منطقة الدقي وبيضم 20 عربة و10 بايك وتم عرض موقف مبادر التوفير 564 حضانة لأطفال المبتسرين وده بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الفاتت مع عدد من مدير المستشفيات الحكومية زي مستشفى أبو ريش للأطفال وده الوقوف على احتياجاتها بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني معانا على الهاتف سيد محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحية مصر مساء الخير يا فندم وأهلا وسلام بيك مساء الخير سيد مغوش الحقيقة مجموعة من الجهود اللي بتتم يعني مش باستمرار بيتم متابعتها لكن بنلاقي أنه لما بيتم الاعلان عن هذه الجهود الحقيقة جهود كبيرة جدا وعدد من المحاور بيتم العمل عليها بالتوازي في عدد من محافظات الجمهورية وفي عدد من القطاعات يعني محتاجين نعرف من حضرتك أكتر آخر هذه الجهود وآخر ما قبي صندوق تحية مصر في البداية وفيش شك ندور صندوق تحية مصر يوم بعد يوم بيتضعف كمعاوم لليء كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني علشان نقدر نحط حلول كذرية لمشكلات اللي بتؤرق المجتمع يمكن اجتماع اللجنة التنفيذية استعرض العديد من المشروعات القائم بتنفيذها صندوق تحية مصر منها مشروعات في مجال الصحة منها مشروعات في مجال التنمية العمرانية منها مشروعات في مجال التمكين الاقتصادي في مجال الرعاية الصحية ممكن احنا من بداية 2019 السيد الرئيس تقلق مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدانا الإبطار الحمد لله يمكن اخر رقم احنا اعلن عنه هو ألف عملية للمياه البيضة مجانة خلال شهر رمضان بس كمان احنا مشكلة الاطفال المقتصرين دي مشكلة قائمة بشكل سنوي في مصر ويمكن كتير جدا من مناطق في السعيد بتعاني من عجز في موجود الحضانات للأطفال السندوق وفر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي 564 حضانا علشان نقدر ان احنا ندرس العجز اللي موجود في الأماكن دي وكمان من خلال الدراسات اللي احنا بنعقدها مع المستشفات بنكتشف ان كمان المشكلة ما بتداش فيه التجهزات بس لا كمان القوة البشرية اللي بتشغل حضانات دي فيها احيانا كتير مشكلات كمان احنا بنحاول ان احنا ندرس ازاي نحل المشكلات على مستوى التنمية العمرانية الصندوق يمكن خلال الفترة الماضية يمكن انتهى من تطوير 7264 منزل في 232 قرية خلال الفترة اللي جاية القليلة باذن الله هيتم الاعلان عن عدد من الكرة هيتم تطويره من خلال تعاون مع بعض المنظمات المجتمع المدني ده بخلاف محور الدعم الاجتماع اللي بيوليه صندوق اهتمام كبير جدا جدا وكان اخر حاجة اعلاننا عنها ان هي مبادرة دكان الفرحة اللي بتتهدف توفير الملابس الجديدة بالفئات المتأولى بالرعاية يمكن احنا وفرنا 52 الف قطعة منذ بداية اتلاق المبادرة في ابريل الماضي وبنستكمل توزيع الـ 250 الف قطعة مع بداية العام الدراسي في الجامعات بخلاف مجموعة من الانشطة سيتم الاعلان عنها على حقا باسمالها فكرة التوزيع الجغرافي لمسألة الكيفية او الجهود اللي بتتم ويعني لحضراتكم التنسيق مع الجهات المختلفة هل انتوا فعلا يعني حارسين على ان تكون هذه الجهود تتم في مختلف المحافظات وان تحظى كل مكان وكل رقع في ارض مصر بنصيب في هذه الجهود والمساعدة والتطوير والتنمية ولا انتوا ماشيين حسب القطعة يعني او بتمشوا بتخصص معين يعني طبعا محافظات الجمهورية كافة هي هدف بالنسبة للسندوق ضحية مصر يمكن احنا في البداية بنقوم بالعمل بمراحل تجريبية طبعا تكون بناخد عينة من حفظات السعيد مع عينة من الثلثة مع عينة من القاهرة الكبرى علشان نقدر نقف على الارقام الحقيقية الكتير قوي احنا لما بنبدأ في مبادرات سواء لتعم الاجتماعي او للعاية الصحية او الكنان عمرانية مش دايما بتبقى الارقام دقيقة الحقيقة وبالتالي ان احنا وجوب اجراء مراحل تجربية قبل بداية اي مشروع بتكفل لنا احنا نوصل لأكبر عدد من المستفدين وترشيد اتخدام مواد للسندوق اللي احنا امناء عليها سواء من المتبرعين او اموال الذكاء اللي بتصدد في السندوق من الناس اللي مؤمنة في دور السندوق في رعاية الفئات الاكثر احتياجة لازم نؤكد على ان كل المحافظات الجمهورية هي هدف بالنسبة للسندوق ضحية مصر احنا موجودين في الروسر موجودين في اسوان موجودين في الدلتا كل المكان في المحافظات هتلاقي فيه مشروع ما حدث عليه اسم صندوق ضحية انا مشكرك جزيلا فاس محمد المختار المتحدث باسم صندوق ضحية مصر حقيقة جهود يعني عظيمة وفي محلها لانه كل هذه الجهود كل مساعدات الاهالي كل المساعدات اللي بتقدم من مختلف الجهات بتروح للاكثر احتياجا بتروح للقطاعات اللي محتاجة فعلا دعم وقد لا تجد يعني ميزانية في ظل التكدس الكبير الخاص بمسؤوليات الدولة وبالتالي ده بيكون الدور المهم اللي بيقوم بيه المواطنين ليقدموا الدعم ويقدموا المساعدة للاكثر احتياجا خليه بقى اروح اخيرا لنهاردة تم الاعلان عن انطلاق الدورة الخمسة من منطقة بنات مصر وهو الحدث الاكبر في قطاع التشهيد والبناء في 16 يونيو الجالي تحت عنوان تصدير المقاولات والعقار المصري مستقبل جديد للاستثمار هذا المؤتمر هيقام تحت رعاية سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي هيشارك فيه اكتر من 500 قيادة تنفيذية بيمثلوا كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري بالاضافة للمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسؤولي سناديق استثمار عقاري محليين واقليميين وده حتى تهيأ البيئة لتحفيظ تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره احد اهم مرتكزات الرئيسية للدولة المصرية وبالاضافة انه تم فيها انجازات ضخمة جدا خلال الفترة المؤضية هذا الملطقة كمان بيشهد لاول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات افريقي وعربي للفرص الاستثمارية المتوفرة في الدول العربية والافريقية المختلفة مش بس في مصر وده يتم امام شركات المقاولات المصرية واستعراض تجارب نجاح بعد هذه الشركات في الاسواق الافريقية والعربية حتى يتم الاستفادة من التجارب النجاح بشكر حضراتكم مع مشاهدين الكرام على المتابعة دمتم بألف خير موسيقى